الأهل في عرضه لحكابتن حسام عشور بيقدر له كل ما سبق من خلال التكريم اللي عرض عليه استثناءا وكمان بيدعمه في الحضر بتاعه أنه هعمل مباراة تحقق العائد الأدبي والمادي اللي يليق بإفادة اللعب واستفادته وبرتب له خطوات مستقبله المهني اختار أنت عايز تسلك مسلك فني أو إداري أو المسلك اللي أنت عايزه تاخده لمستقبلك النادي بيستعد أو مستعد أنه يصفرك برا تعمل معايشات تعمل دراسات بما يسقل إمكانتك عشان ترجع تشتغل في النادي والعمل في قناة النادي فأنت بتتكلم على عرض يكرمه ويقدره ويترتب له خطوات مستقبله إيه الإخراج الأفضل من كده للأخوة أنصار يوسف شهيد كل الكلام اللي قال لعنده حق بس الإخراج كان لازم أن يقول لعشي إيه هو طب إيه هو الإخراج أفضل من كده اللي حصل في حد في تاريخ مصر يتعمل له يعني لا تبخاسوا الناس أشياءهم هل في أفضل من هذا العرض حتى لو في أفضل وفي رغبة عند كابتن حسام عشور كان يقدر يقولها بس أنا قلت في البداية باشواندس جزئية موكبتن حسام عشور يستحق ليه يستحق ليه يستحق ان مجلس الإدارة يستسنين لأنه وأرجو ان احنا نحط خطوط تحت ساهمة لأنه فكرة تحويل كرة القدم إلى لعبة فردية وكي ان احنا بنلعب تنس كل لعب يطلع يقولك انا عملت عشرين بطولة كل مدرب يطلع انا جبت خمسين بطولة لأ انت كنت جزء من فريق والفريق جزء من منظومة كبيرة حقق بيطلع 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 قاية كل هذه البطولات لكن لو كل لاعت ايا كان حجمه ولو كل اداري ولو كل مدرب نسب فضل وبجهد المجموع لنفسه بقى انا بنلعب تنس ما بنلعبش كورة بقيت لعبة فردية كابتن حسام عشور كان واحد من عناصر جيل زهبي في النادي الاهلي توفرت لي في منظومة النادي كل الدعم والمساندة والامكانات العالية جدا هو بالتزامه وإخلاصه وعطاءه وتربيته في النادي منذ صغره قدر يكون موجود طوال هذه السنوات ويساهم بجهد محترم في الفوز ب12 دوري و3 كاس مصر و10 سوبر مصري و5 بطولات دوري ابطال افريقيا وكاس الكمفدرالية والسوبر الافريقي 5 مرات فاز ضمن الجيل الزهبي في الاهلي بالميدالية البرونزية لكاس العالم للاندية عشان كده استحقم الاهلي انه يقدم له هذا العرض الكبير المستحق من قصام عشور تاريخ الشنائي بالضبط لكن ان يقال الاهلي بس الاخراج كان يكون احسن لا انت اقول ان انت بتهاجم الاهلي وخلاص اقول ان انت عايز تحدف طبطين على الادارة وخلاص من الاخر لكن فكرة ان انت من غير ما تناقش العرض اللي تقدم ومن غير ما توقف حتى عنده تفاصيله طريقة تقديمه طريقة التقديم من كبل اللجنة نفسها على فكرة كابتن حسام